خطأ قاتل ارتكبه حيدر العبادي عندما أعلن التزامه بادي الأمر بالعقوبات الأمريكية ضدها هكذا تقول إيران وتترجم ما تقول إلى هندسة للحكومة المقبلة في بغداد تقصي العبادي عن السلطة صحيفة العرب اللندنية تكشف عن رعاية إيران لمشاورات تجريها الكتل السياسية في العراق لتشكيل تحالف يحوز على الأغلبية البرلمانية نور المالكي يدير مشاورات تشكيل الحكومة التي تطبخ على النار الإيرانية وزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري يستضيف الأطراف المتشاورة المكونة من أطراف شيعية وسنية وكردية واتفقت هذه الأطراف بحسب العرب اللندنية على تشكيل الكتلة الأكبر لكنها أرجأت البت في التفاصيل المتعلقة بمرشحي رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة حتى انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد أطراف أخرى من خارج دائرة العامري والمالكي شاركت في هذه المشاورات وربما حملت مفاجأة للعبادي نفسه فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد وآراس كريم الممثل لزعيم حزب المؤتمر الوطني وكل الرجلين من داخل ائتلاف العبادي الذي يحاول تشكيل جبهة مضادة حيث كشفت العرب اللندنية عن اجتماع عقد من أجل تشكيل الكتلة الأكبر بين ممثلين عن قائمة سائرون التي يرآها الصدر وقائمة النصر التي يقودها العبادي وقائمة الحكمة بزعامة عمار الحكيم وقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي ويحتد الصراع السياسي أكثر بدخول باشنطن على الخط وهندستها مشروعا يناسب مصالحها حيث كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون عن تدخلات أمريكية مباشرة بتشكيل الحكومة المقبلة مبينا أن الخارجية الأمريكية خصصت مبعوثا من أجل الضغط على الكتل السياسية لتشكيل التحالف الأوسع قبل بدء عمل البرلمان وتبقى الساعات المنتظرة كفيلة بالكشف عما دار في كواليس هندسة المشاريع السياسية بإملاءات إيرانية وأمريكية وبأدوات من داخل جغرافيا العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر